في أعماق البحر انطلقت السفينة الغواصة في رحلة جديدة إلى أعماق البحار وعلى متنها الأصدقاء الثلاثة هايثم وسامي وسلمة كانت الرحلة تسير سيرا طبيعيا حين سمع جميعهم صوتا غريبا يأتي من بعيد صوتا رهيبا لأحد الكائنات البحرية العملاقة استمعت سلمة وايا الخبيرة بعالم البحار جيدا إلى الصوت ثم انتفذت من مكانها صائحة إنه الحوت الأزرق العملاق وهو من الحيتان العديمة الأسنان لسانه فقط يعادل وزن فيل كبير ويجب أن أغتنم هذه الفرصة وألتقط له بعض الصور قالت ذلك ثم ارتدت ملابس الغطس المجهزة بأحدث الآلات الإلكترونية قفزت سلمة إلى الأعماق وظلت تسبح هنا وهناك تبحث عن ظلتها إلا أن أسرابا من الحوت السفاحي غيرت مزاجها وجعلتها تفكر في النجاة بجلدها فاتخذت لنفسها مكانا منزويا يقيها الخطر انتبه هيفما وسامي قلق شديد لقد غابت سورة سلمة ولم تعد تظهر على شاشة المتابعة أين هي يا ترى؟ هل حدث لها مكروه؟ أعمق فهمي سادساً أعين اللافتة المناسبة لسلمة حسب النص اللافتة الأولى خبيرة بعالم البحار غطاسة ماهرة جريئة شجاعة ومغامرة حذرة ذكية أليفة تواقة إلى المعرفة اللافتة الثانية خجولة خبيرة بعالم الرياضة لطيفة عنيدة تحب مطالعة القتب الأدابية أنيقة شغوفة بالموسيقى الإجابة اللافتة الأولى هي اللافتة المناسبة لسلمة حسب النص سابعاً سلمة طواقة إلى المعرفة أستخرج من النص ما يدعم ذلك الإجابة يجب أن أغتنم هذه الفرصة وألتقط له بعض الصور قالت ذلك ثم ارتدت ملابس الغطس المجهزة بأحدث الآلات الإلكترونية ثامناً أستخرج من النص ما يدل على خبرة سلمة بعالم البحار الإجابة استمعت سلمة وهي الخبيرة بعالم البحار جيداً إلى الصوت ثم انتفذت من مكانها صائحة إنه الحوت الأزرق العملاق وهو من الحيتان العديمة الأسنان لسانه فقط يعادل وزن فيل كبير تاسعاً أحدد الأعمال التي قامت بها سلمة مما يأتي انتفذت من مكانها استمعت إلى الصوت تابعت الأحداث على الشاشة ارتدت ملابس الغطس قفزت إلى أعماق البحر غيرت مزاج سلمة انزوت خوفاً من الخطر الإجابة الأعمال التي قامت بها سلمة انتفذت من مكانها استمعت إلى الصوت ارتدت ملابس الغطس قفزت إلى أعماق البحر انزوت خوفاً من الخطر أبدي رأيي عاشراً ما هي حسب رأيك الاحتياطات التي يتخذها المغامر قبل أن يقدم على أي مغامرة الاحتياطات التي يتخذها المغامر قبل أن يقدم على أي مغامرة هي التزود بكل معدات السلامة والحماية التزود بجهاز تعقب لمعرفة مكانه ما إن صار به مكروه وحمل وسائل الاتصال إن أمكن ذلك بالإضافة إلى لزوم استحاب مرافق له أفتح نافذة وأغني ملف التعلم ألف أكون ملفاً حول بعض الحتان الولودة والأسماك البيوظة وأعرضه على رفاقي بأ أجمع صوراً لبعض وسائل الاتصال ترجمة نانسي قنقر